أكد عدد من المواطنين استمرارهم في حملة مقاطعة شراء الأسماك بالإسماعيلية لحين عودت أسعارها بشكل طبيعي دون مبالغة من التجار مشيرين إلى أن الأسماك بمحافظة الإسماعيلية أغلبها تخرج من قناة السويس ورغم ذلك أسعارها أغلى من المحافظات الأخرى لذلك ندشن هذه الحملة للقضاء على جشع التجار بداية من اليوم مقاطعة في محافظة الإسماعيلية للأسماك بجميع أنواحها حتى تعود الأسعار إلى الطبيعي المقاطعة في برسعيد ودمياط حققت نجاح باهر للقضاء على جشع التجار وانخفاض الأسعار بنسب تصل إلى 50 و60% وحملة أبناء محافظة الإسماعيلية وكل المحافظات لمقاطعة الأسماك مقاطعة شراء السمك لمدة أسبوع والحملة بسبب ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواء بشكل خرافي حيث بدت الحملة من بداية الأسبوع ونتمنى استمرارها حتى تؤتي سمرها لحين نزول السعر لكي يصبح في متناول الجميع سردين إيه الليب 150 جنيه وشبار إيه أخضر الليب 200 جنيه السبيا والجنبري بقيوا من المحرمات برسعيد سبقتنا والأسعار نزلت 20 و30% في أول يوم إحنا عندنا بحربيض وبحر متوسط وقناة سويس وبحيرات ومزارع أسماك مقاطعة للسمك لمدة أسبوع لحين تحسن الأسعار مش هنموت لو مكلناش زمن رسالة إلى شعب الإسماعيلية استمر في المقاطعة حتى تؤتي سمرها ترجمة نانسي قنقر